يبقى احنا دلوقتي جاوبنا على سؤال ليه قعد اعمل تطعيم لمادة شبه موصلة عشان اكسبها وفرة من حاملات الشحنة سواء الكترونات حرة زيادة او فجوات موجبة عشان اصنع بيها الموحد اللي هو ال PN Junction وعناصر الكترونية اخرى كتير بعض الاشكال العملية للموحدات هي دي ده الموحد المصنوع من السيليكون وده الموحد المصنوع من الجرمانيوم وهتلاحظ ان موحد الجرمانيوم بيبقى لونه زاه شوية عن موحد السيليكون ويرمز لموحدات في الدوائر الكهربية والالكترونية بهذا الرمز الطرف ده هو الموجب يعني يمثل القطع ال P-Type ويسمى Anode والطرف ده هو السالب يمثل القطع ال N-Type ويسمى Cathode ولمعرفة الانود من الكاثود عمليا توضع دائما علامة على الموحد فيكون الطرف المتصل من ناحية هذه العلامة هو الكاثود فيكون الطرف الآخر هو الانود دلوقتي تعالوا نشرح فكرة عمل الموحد اذا اردنا توصيل موحد بمصدر كهرابي زيدة ممكن اوصلوا كده السالب بالسالب والموجب بالموجب وممكن اوصلوا بالعكس طيب تعالوا نشوف الاول لما نوصلوا السالب بالسالب والموجب بالموجب هيحصل ايه عند التوصيل بهذا الشكل فان فرق الجهد الكهرابي للمصدر الكهرابي هيبقى في هذا الاتجاه يعني هيبقى معاكس للبيلت ان فولتيج فبالتالي اذا كان فرق الجهد للمصدر اعلى من البيلت ان فولتيج فسيتم قهر الجهد الداخلي واعادة تلك المنطقة الى وضعها الطبيعي يعني هيتم اسقاط جزء من فرق الجهد بتاع المصدر على الموحد ويكون هذا الجزء الساقط مساوي للجهد الداخلي للموحد ثم يبدأ المصدر بدفع الطيار في الموحد بما يتبقى له من فرق جهد وتسمى هذه الطريقة في توصيل الموحد السالب بالسالب والموجب بالموجب بالتوصيل الامامي للموحد الforward bias طيب لو تم توصيله بالعكس فهيبقى جهد المصدر مع الجهد الداخلي فهذا سيعمل على توسيع تلك المنطقة وزيادة البيلت ان فولتيج فلن يسر الطيار في الموحد وتسمى هذه الطريقة في توصيل الموحد السالب بالموجب والموجب بالسالب بالتوصيل الخلفي او التوصيل العكسي للموحد backward bias او reverse bias واذا تم توصيله عكسيا وكان فرق جهد المصدر كبير جدا بحيث انه قدر يوسع المنطقة الحاجزة دي للنهاية ففي تلك الحالة سيمر الطيار الكهرابي في الموحد لكنه سيكون قد تلف تماما اذا عند توصيل موحد توصيلا اماميا فانه يسلك سلوك المفتاح المغلق فيسري فيه الطيار وعند توصيل الموحد توصيل عكسي فانه يسلك سلوك المفتاح المفتوح فيمنع مرور الطيار ويسقط عليه كل فرق الجهد تعالوا ندرس دلوقتي مع بعض منحنى الموحد والذي يوضح طريقة عمل الموحد هنعتبر محور الـ X يمثل قيم فرق الجهد التي ستطبق على الموحد وهناخد القيم الموجبة تمثل الـ Forward Bias والقيم السالبة تمثل الـ Reverse Bias ومحور الـ Y هيمثل قيمة شدة الطيار المار في الموحد دلوقتي هنروح المختبر ونمسك الموحد وليكن من النوع السيليكون وهنبدأ نطبق عليه قيم فرق جهد أمامية 0, 1 من 10, 2 من 10, 3 من 10 وهكذا لغاية 1 فولت كفاية ونشوف عند كل قيمة شدة الطيار هتساوي كام ونعين النقاط فهنلاقي المنحنى هيطلع بالشكل ده يعني قيم شدة الطيار التي سيسبح الموحد لها بالمرور عند تطبيق فرق جهد أمامي من 0 إلى 7 من 10 هتبقى قيم ضئيلة جدا تقترب من الصفر وبعد 7 من 10 هتلاحظ أن أي زيادة طفيفة في الجهد المطبق على الموحد هتعمل على تمرير قيمة عالية من الطيار لأن موحد السيليكون هيصبح مثل سلك التوصيل بعد قهر جهده الداخلي وطبعا في حالة أن الموحد من نوع الجرمانيوم هيبقى الكيرف له نفس الشكل لكن هيبدأ الارتفاع من عند 3 من 10 فولت طيب لو طبقنا قيم سالبة على الموحد يعني توصيل عكسي هنلاقي المنحنى أخذ الشكل ده يعني طول ما نموصل الموحد توصيل عكسي وعمل أرفع قيمة فرق الجهد المطبق عليه فإن قيمة الطيار ستظل بجوار الصفر لكن لغاية إمتى لغاية قيمة معينة تسمى Peak Inverse Voltage وتختصر PIV يعني أعلى قيمة للتوصيل العكسي فإذا ارتفعت القيمة عن هذا الحد فإن الموحد سينهار ويتدمر ويبدأ الطيار بالمرور فيه بقيمة عالية جدا لذلك تسمى هذه القيمة أيضا باسم جهد الانهيار Breakdown Voltage هناك أنواع أخرى كثيرة وعديدة من الموحد ومنها موحد الزنر هذا النوع يتم تصنيعه زي الموحد العادي تماما لكن يتم عمل له عملية تطعيم كثيفة وتكثيف عملية التطعيم عليه تكسبه خاصية جديدة وهي قدرته على العمل أي تمرير طيار كهرابي عند توصيل عكسيا دون أن تتدمر مادته لكن طبعا لحدود معينة برضو ويرمز له بهذا الرمز يبقى فكرة عمل موحد الزنر الآتي إذا تم توصيله أماميا فإنه يقوم بتوصيل الطيار مثل الموحد العادي أما إذا تم توصيله عكسيا فإنه يمنع مرور الطيار وإذا كان فرق الجهد المطبق بين طرفيه في حالة تزايد فإن فرق الجهد الساقط على الزنر يزيد مع زيادة فرق الجهد للمصدر حتى يصل إلى قيمة معينة تسمى جهد الزنر فيثبت فرق الجهد الساقط بين طرفي الزنر على تلك القيمة حتى لو زاد فرق الجهد للمصدر عن ذلك الحد عن طريق تمرير طيار عكسي بهذا القدر الزيادة من فرق الجهد بحيث يظل فرق الجهد بين طرفيه ثابتا على جهد الزنر وإن شاء الله هنستخدم العنصر ده في دائرة الباور سبلاي نوع أخر من الموحدات هو اللايت إميتينج دايود ويختصر LED وتنطق بالعمية LED هذا الموحد هو موحد عادي جدا برضو لكنه يعطي إضاءة فسفورية عند مرور الطيار الكهرابي فيه لذلك يستخدم عادة كمؤشر لعمل الدائرة أو لوجود عطل ما أو حدوث نتيجة معينة في الدائرة وبكده قد انتهى درس الموحد وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر